المبادرات الرئاسية في القطاع الصحة حققت نتائج كتير مهمة خصوصاً أنها بتقدم الخدمة العلاجية بشكل سريع وبجودة عالية المبادرات دي بدأت بمئة مليون صحة وصلت دلوقتي أنه بقى عندنا أكتر من 14 مبادر رئاسية شغالين بنفس الكفاءة وفي نفس التوقيت وكمان بمعدلات إنجاز عالية طبعاً يا شوز دي المرأة كان لها دور مهم جداً وكبير ونصبها كان كبير في هذه المبادرات سيد رئيس أطلق مبادرة دعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019 والمبادرة دي حققت إنجازات كبيرة جداً في تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السرية وكمان الصحة الإنجابية للسيدات طبعاً مبادرة دعم صحة المرأة المصرية عملت حالة من الاستجابة السريعة وتقديم الخدمة الطبية المرأة في كل المحافظات بنفس الكفاءة لحد الآن تم تقديم خدمات الفحص والتوائل أكتر من 46 مليون سيد نحن النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معنا فقرة بتتكلم عن مبادرة رئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وأهمية اكتشاف المرض في مراحل مبكرة عشان فرص الشفاء تكون أكيد أعلى خليكم متابعيننا النهاردة خلال الحلقة عشان نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل مرة تانية بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر